سأبدأ معك كريم بشدوى الأعمال زيارة ميقاتي التي استهلها مع رئيس المصري عبد الفتاح السيسي وماذا عن أبرز الملفات التي يحملها إلى القاهرة اقتصاديا ديبلوماسيا وسياسيا كاترين رئيس الوزراء اللبناني وصل قبل ساعة من الآن إلى مطار القاهرة وكان في استقباله رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وكان هذا الاستقبال رسمي من قبل الحكومة المصرية له وفي أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيسان بمطار القاهرة وصل في أعقاب ذلك رئيس الحكومة اللبنانية إلى القصر الجمهوري قصر الاتحادية للقاء الرئيس المصري من المرتقب أن تنتهي زيارته مع الرئيس المصري خلال دقائق قليلة من الآن ويعقب ذلك زيارة أخرى للأمين العام لجماعة الدول العربية بعد قليل من الآن أو تحديدا بعد نصف ساعة من الآن ويعني هو جدول مليء بالأعمال ولكن أهم ما سيدور في هذه الزيارة أو ما يدور في هذه الأونة خلال اللقاء مع الرئيس المصري هو الدعم المصري للجانب اللبناني فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي تحديدا في ملف الطاقة ودعم مصر للجانب اللبناني بخطوط الغاز ودفع الاقتصاد اللبناني قدما خلال الفترة المقبلة بالإضافة أيضا إلى العديد من النقاط المتعلقة بالدعم المصري تحديدا في ظل أزمة كورونا التي عاشتها الدولتان خلال الفترة الماضية وعلى هذا النحو أيضا كانت مصر لديها دور كبير بالوقوف مع الجانب اللبناني في هذه الأزمة خلال الفترة الماضية من خلال توفير عدد من الطائرات بكميات كبيرة جدا من الكمامات والأطقم الطبية المساعدة في أزمة كورونا خلال العام الماضي بالإضافة أيضا إلى أن مصر كانت ولا زالت لها دعم كبير مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بالقضية الخليجية والأزمة الخليجية التي عاشتها لبنان خلال الفترة الماضية مصر ستعمل خلال الأيام المقبلة لدعم القضية اللبنانية وبعد استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وعلى هذا النحو سيكون مصر لها دور في هذه القضية وبالإضافة أيضا إلى أنه من المتعارف أن أول زيارة دائما ما تكون لرئيس الحكومة اللبناني تكون للمملكة العربية السعودية ولمصر ولكن في ظل الأزمة التي شهدتها لبنان خلال الفترة الماضية جاءت أول زيارة له لمصر في هذه الأوينة لدولة عربية ومن ثم من المرتقب أن يكون هناك زيارات أخرى لرئيس الحكومة اللبناني لا عدد من الدول الأخرى مستقبلا اشتركوا في القناة